في مفاجأة جديدة للوسط الفني احتفلت الفنانة الكبيرة دونيا عبدالعزيز اليوم بزفافة على المهندس مصطفى كامل ونشرت الاعلامية بوسي شلبي على حسابها بموقع انستجرام مقطع فيديو ظهرت في الفنانة دونيا عبدالعزيز مع عارسها وظهر في الفيديو مصمم الازياء هاني البحيري والفنانة سيمون والفنانة الكبير رشوان توفيق والنجم محمود حميدة وبعد انتشار السور على السوشيان ميديا بدأ عدد كبير من نجوم الفني قدموا التهنئة للفنانة دونيا عبدالعزيز وزوجها المهندس مصطفى كامل وبالرغم من ان الفنانة دونيا عبدالعزيز ما تكلمتش خالص عن زوجها الا ان التقارير الفنية قالت ان زوج الفنانة دونيا عبدالعزيز اسمه مصطفى كامل وبيشتغل مهندس ديكور الا انه عنده شركة خاصة بتشتغل في مجال التصميم الهندسي المهندس مصطفى كامل من موليد سنة 1984 يعني عنده 38 سنة وده وفقا للي قالته جريدة النهار اللبنانية واللي قالت انه اصغر من زوجته بسنتين فالفنانة دونيا عبدالعزيز من موليد سنة 1982 بداية التعارف بين الفنانة دونيا عبدالعزيز وزوجها كانت في مسلسل اللي مالوش كبير واللي جمع بين الاتنين فكان المهندس مصطفى كامل من بين الفريق المسؤول عن الزيكورات ونشأت بينهم قصة حب واستمرت لحد ما تكملت النهاردة بالجواز والفنانة دونيا عبدالعزيز اتولدت في سوريا لأب مصري وام من اصول سوريا اردنية بدأت مشوارها الفني لما كانت طفلة وعيشة في الكويت وفي احدى الزيارات الممثلة دلال عبدالعزيز لولدتها عرضت عليها القيام بادأ دور صغير في فيلم سراع الزوجات للمخرجة نعمات رجدي وكانت في الوقت ده طفلة عندها عشر سنين دونيا عبدالعزيز ادرت انها تخطف الانظار في اول ظهور لها في الفيلم وادرت انها تلفت انتباه الفنان ممدوح الليسي واللي عرض عليها اداء دور في فيلم احوال شخصية للمخرج شافيق شامية ثم الجراش واللي قامت فيه بدور بنت نجلاء فتحي واللي حصلت بسببه على جائزة الاداء عشان تقرر بعد كده الالتحاق بالمعهد العالي للسينما قسم اخراج ترجمة نانسي قنقر